في إطار عملية الفارس الشام ثلاثة سيرى دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم طائرة مساعدات جديدة إلى مدينة العريش المصرية تحمل على متنها تسعين طن من المواد الإغاثية والغذائية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة وذلك استمرارا للجهود الإماراتية الرامية لتخفيف معاناة المدنيين في القطاع نتيجة للأزمة الإنسانية المتفاقمة وتشتمل المساعدات الجديدة 450 خيمة وطرود غذائية ليصل عدد الرحلات التي نفذتها دولة الإمارات إلى مدينة العريش المصرية إلى 238 رحلة منذ إطلاق عملية الفارس الشام ثلاثة